قال حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقية أن بيان الخارجية يشير إلى أن الذين يعملون على الأراضي العراقية هم مستشار والتحالف الدولي وهناك عمل من قبل الحكومة العراقية لإنهاء عملهم تبقى للقرار الذي اتخذته الحكومة في الخامس من شهر كانون الثاني من العام الجاري وأوضح علاوي أن لجنة العليا المشتركة كان لديها ثلاثة مهام وهي تقييم مخاطر الإرهاب وقياس القابليات والقدرات العسكرية العراقية ووضع جدول الزمني لإنهاء مهام مع عمل دول التحالف الدولي ونقل العلاقات العراقية مع دول التحالف الدولي إلى علاقات ثنائية مستقرة في كل المجالات بما فيها جانب الدفاع لمرحلة ما قبل السقوط الموصلة وهو تاريخ تشكيل التحالف الدولي عام 2014 وأشار إلى أن بعد عشر سنوات تجد الحكومة أن القوات الأمنية العراقية قادرة على إدارة السيادة الوطنية بصورة تمة ولذلك كافة اللجنة العسكرية العليا أمامها اجتماعات حاسمة ووضع جدول الزمني لإنهاء مهامات التحالف ترجمة نانسي قنقر